لهذا الخبر العاجر وأننا ستطلع أكثر تفاصيل معك مروحية تحط في مستشفى رنبان بحيفة تنقل جنوداً إسرائيليين مصابين من لبنان ما هي تفاصيل المتوفرة لديكم فرح أشير إلى هذا الخبر العاجر الذي وردنا الآن خبر آخر الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة نتيجة للرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه مدينة نهرية والجليل الغربي إذن الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة نتيجة الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه منطقة نهرية والمناطق المحيطة بنهرية المعروفة باسم الجليل الغربي الطائرة المروحية التي حطت في مشفى رنبان في مدينة حيفة حطت منذ دقائق أي بالتالي أغلب الظن أنها لا تتعلق بالحدث الذي ترأى الآن وهو إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة وأن الطائرة المروحية التي حطت في مشفى رنبان تحمل جنودا مصابين من الجبهة بحسب مصادر التلفزيون العربي خلال ساعات الأمس وخصوصا خلال ساعات الليلة الماضية في وقت متأخر من الليلة الماضية شهدت أكثر من مروحية إسرائيلية وهي تنقل جنودا مصابين من الجبهة اللبنانية باتجاه أكثر من مشفى في إسرائيل هذه إشارة إلى أن أعداد المصابين خلال ساعات الأمس كانت كبيرة ويبدو أن المواجهات مستمرة حتى الآن واستمرار نقل مزيد من المصابين الإسرائيليين إلى أكثر من مشفى منها مشفى رنبان في مدينة حيفا يتزامن هذا الأمر مع بيان للإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة نتيجة الرشقة الصاروخية الأخيرة باتجاه نهرية والجليل الغربي حتى الآن من غير الواضح إن كان هناك عدد آخر من المصابين في مناطق أخرى لكن بحسب ما يقول الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة نتيجة لهذه الرشقة الصاروخية التي ضمت عددا كبيرا من الصواريخ نحو 25 صاروخا بحسب ما تقول الزميلة جويس لكن لم نرصد في هذه المنطقة إلا دوي أربعة انفجارات ناجمة عن اعتراضات الكبة الحريرية فربما يكون العدد الباقي المتبقي من الصواريخ سقط في مناطق مختلفة في الجليل الغربي في منطقة نهرية ما أدى في نهاية المطاف إلى عدد من المصابين حتى الآن الحديث عن مصابين بجراح خطيرة نتيجة لهذه الرشقة الصاروخية